السلام عليكم مش شباب وهنا مسهلا بكم في حالها قايدة من قناة قناة الأساطير حرقة اليوم سوف تتبلع شرح ومناقشة بعد نقاط فيلم الخلايا العلمي زوتومورو بورو التي نرى انها تستحق بعد التوضيح من وجهة نظرها فهيا بنا في بداية الفيلم نرى مجيء جدود من المستقبل عبر ثوق بدودي إلى عام 2022 تحديدا في مبرار الكأس العانى في قطر وهم يأكلونهم قادمون من عام 2051 وأن الجنس البشري على واشك لانيتم إيبادتهم بوصلة غزو وفضائم المخلقات تدعم وعيد سبايكس وأن هذه المخلقات سوف تهاجم من الأرض عام 2048 وصفقتول أغرب البشر في خلال ثلاث أعوام مترخوا ظهرهم وهنا عينها أن نتأمل هذا الحدث في الفيلم فهو في رأي الحلث الرئيسي على الإطماق فمنذ لحظة توصول هؤلاء الجنود إلى الماضي تغير كل شيء بمعنى أصبح المستقبل منفصل تماما على الحمر حيث أصبح المستقبل سأتمله الجنود في خط زمن موازن لزمننا ودي على ذلك عندما تقابل ديال مع باته ماري في المستقبل أخبرته أنه عندما لم يجد وظيفة فقد الرغبة في الحياة وفي النهاية تركهم يلقى حدفه لاحقا عام 2030 في حادث سيارة وهم نجح في تلافيها دم عادة للحمر ونجح في عدم الاستسلم لمستقبله السيء وصحح أمور وأنقذ مستقبل البشرية بتدميره السفنية للفضلية التي أتى عليها الغزان وبالتالي نجح في تغيير المستقبل وتلافي أخطاء مع عائلته وهذا يقودان إلى نقطة تالية وعمل غزاء أنفسهم منذ أول اشتباك المعوى الحنارة كم هي متوحشة وقوية تلك المخلقات فيها قوة عمياء من قتل والتدمير المتواصل لكل ما هو حي حتى الحيوانات لم تسلم منها وهذا ما جعلنا نتساءل كيف تمكنت كائنات بهزيلها مجاية من صنع صفينة فضائية والمجيء عبر الفضاء دنيا يتم اكتشافها ثم تندفع في غزو المناظر لكوكبنا لنكتشف في نهاية الفيلم أن سفناتهم حطمت على كوكبنا قبل ألف عام وأنها ظلت تحت الثلوك حتى ذهب الثلج في المستقبل بسبب الاحتباس الحلاجي وحيث التركب على ذلك تنتشر في الكوكب كما اكتشفنا أيضا أن هناك مخلقات أخرى هي من كانت تقود السفينة إذن ما هي طبيعة هذه المخلقات المتوحشة؟ المؤكد لنا أن هذه المخلقات ليست إلا سلاح بيولوجي مصامل القضاء الحلحة يومية بشكل عام فوجود مستمرة كمية منهم على متنا السفينة ينفي تماما أرجحيتناها مجرد كعينات كان يتم نقلها وخرجت على السيطرة كما أنها لا نعلم هل كانت هذه الحمولة موجهة إلى كوكبنا أم أن الحظ العاثر هو ما أدى إلى تحطمها على كوكبنا سمعنا أن من أرسل تلك السفينة لم يرسل ريحة البحث عن سفناتهم المفقودة وحمولتها ورجحنا أن كوكبنا لم يكن هو المقصود أو من أطلقها افترض أن البشر بشكل ماكي هي أنه أكثر الصلاة بطن وتقدم مما ظنه ونجح في تلمير سفرات مقابلة أن تطلق تلك اللحوش ولهذا التخوف حولها الفضائيون من الكشف عن مكانهم حتى لا نرد الضرب لهم كما عين أن نشير هنا إلى فكرة الحفاظ على بيئة حيث أن الاحتباس الحياري أدى إلى دوابان الثلو مما أدى للكشف عن الصفينة الفضائية مما فيهم المخلقات وهما يعني أن الاحتباس الحياري وعدم الحفاظ على بيئة أدى بشكل جير مباشر في القضاء على البشرية حتى من اختلفة الوسيلة لكن هذا ليس معنا أن القصة ليست بها صغراته ولا صغراته كثيرة وغير قابلتا للإخفال فع سبيل المثال فإذا كنت شخصا قادر من المستقبل وفي أمس الحاجل لمساعدة في المازل تطلب فقط جنود للتصدي لمخلقات شبه مضرعة مثل تلك التي رأيناها في الفيلم في المازل مثلا تطلب زخير خرق لندروة أو أسلاحة أسكن وتجعل كامل الطاقة الصناعية للكوكب تعمل صالحا خصوصا أنها في الماضي وهي بكامل طاقتها كما أنها كيف ترسل الجنود دون تدريب كافي بل حتى دون ملابس قتلي لاحظ أنك عطوا إلى الماضي ويديك كامل القوة الصناعية لعلى بتاحت تصرفك بل بأدها من ذلك أنك ترسلهم يتجعلهم يقتلوا بمنتهى الوحشية كما لو كانوا على في المدافع وليس بشر بما يجعل تشكف مدى كفاة تزيد قادر العسكرية القادمة من المستقبل من الأساس والموزهل أيضا أن أي من القادة في زمننا لم ينسقون معهم في نجازة استراتيجية أكثر ملاءبة لما وجهة تلك المخلوقات بدل تلك المسبحة غير منتج لأي نصر ثم نكتشف بعد ذلك أنهم في المستقبل تقولون سمت للقضاء على تلك المخلوقات وأنهم يردون فقط تسبب وقت حتى نجاح في تصنيعهم الأمر إذا جعلك تقتنع أن هناك قيادتين منفصلتين دون أي تنسيق بينهم قيادة تحاول إيجاد حل علمي للقضاء على الوزان وأخة تستعمل الخيارة العسكرية فقط دون أي تكامل بينهم وهما تم برهاته عليها دمقابة قوات الجوية بالشنة ضربة جوية على المعمل الأبحاث دون حتى النظر في أن هذا قد يفقدم السلاح الوحيد الذي قد يؤمن لهم النص على الفضائيين أما الأدهى من هذا كلون فكان حقيقة أنك عودت إلى الماضي وحذرت البشرية من خاطر في النص تقم فالخيار الزكي طالما أن الأمر ما يؤسل منه هكذا أنطعت كل معرفتك وخبراتك إلى قيادة العسكرية العالم في الماضي لكي يقوم بالاستعداد خصوصا أن أمامهم قرابة الثلاثين عاما قبل بيئة الغزو ويعلمون أين سفاب للتحديد فضل المعلومات التي تأتي لدي بدلا من استنزاف قرآة العالم في معركة أنت تدرك أن الانتصار فيها محل شكل في النهاية تظل هذه كلها مجرد أوراقنا منظرين ما رأيكم؟ شاركوني برأيكم في التعليقات في النهاية أتمنى أن أكون وفقت في إفادتكم وإذا كانت كذلك يدعوني بلايك وشير واشتراك في القناة وإذا في الجلس تنبيهات كيف تنبيهات كيف تنبيهات أولا بأول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته